دشنا محافظة محافظة المهرة محمد علي ياسر مشروع نظام المعلومات بفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة بحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر ومدير عام فرع الهيئة أحمد عيسر عفيت والقائم بعمال قطاع الشؤون الفنية بديوان المحافظة المهندس عوض أحمد قويزان واستمع المحافظ من المهدسين المختصين إلى شرحا عن طبيعة نظام المعلومات والترقيم وأهميته في تنظيم العمل والأرشفة وتسهيل عملية البحث عن الوثائق وحفظها كما قام المحافظ بجولة تفقدية في إدارات وأقسام الهيئة مطلعا على سير العمل ومستوى الأداء والإجراءات المتخذة لتسهيل معاملات المواطنين موجها بضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتفعيل دور فروع الهيئة بالمدريات وربطها بالمكتب الرئيس والالتزام بالقوانين في أعداد وتنفيذ المخططات مؤكدا تقديم مختلف سبول الدعم وتذليل كافة الصعوبات والعوائق بما يساعد على تنفيذ المهام الموكلة